مظاهر النهب والسرقة والاحتيال في العراق تتنوع وتتعدد لتشكل بمجملها إمبراطورية الفساد التي بنيت على أنقاض الدولة اتحاد المقاولين في ذيقار كشف عن حالات ابتزاز تتعرض له الشركات والمقاولون المنفذون لمشاريع صندوق الإعمار وأكدا أن معظم المستثمرين المحليين والأجانب يضطرون إلى الانسحاب من المشاريع خوفا من انتقام الميليشيات والعشائر التي تطالبهم دوما بدفع الأموال ما تسبب بتوقف نحو ستة آلاف مشروع بين عامي 2008 و2019 وفقا لموقع المونيتور الموقع الأمريكي ينقل عن مجلس إدارة مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية قوله إن المستثمرين والشركات الأجنبية يواجهون المزيد من محاولات الابتزاز وإن بعض العشائر تدعي انتلاكها أراضي مهجورة منذ عشرات السنين بزعم أن هذه الأملاك تعود إلى آبائهم وأجدادهم من أجل الحصول على تعويض مالي من شركات النفط والمستثمرين ويحتل العراق اليوم المرتبة 171 من بين 190 دولة في تقييم سهولة ممارسة الأعمال الصادر على البنك الدولي حيث يعاني الاقتصاد العراقي تراجعا بسبب الاضطرار إلى تشغيل العمالة غير الماهرة التي تفرضها الميليشيات بحسب جمعية المستثمرين في العراق والتي تؤكد بدورها أن محاولات الابتزاز والتدخل الخارجي في شؤون الشركات أدت إلى إبعاد المستثمرين وحرمان الاقتصاد من فرصة خلق وظائف جديدة ويقول خبراء اقتصاديون إن القطاع الصناعي يعاني من تدهور كبير حيث يمثل ما نسبته 2% من الناتج المحلي الإجمالي لافتين إلى أن ثلث الشركات التابعة لوزارات الصناعة والنفط والكهرباء والتي تقدر بنحو 300 معمل معظمها معطل بشكل كامل فيما تعاني البقية من ضعف الجدوى لم يعد سرا حجم الفساد المتغلغل في كل مؤسسات الدولة في ظل نظام سياسي جعل البلد يتصدر قوائم الفساد وغياب الشفافية حول العالم ويكفي أن هيئة النزاهة أعلنت قبل شهرين عن تورط 11605 مسؤولين بينهم 54 وزيرا بالفساد خلال عام 2021 لكن دون أي إجراء يوقف مطحنة الفساد أو يخفف من آثارها